كيف تنميد وليقيت نفسك في الإعلام؟ أنا بلاقي نفسي في أي حاجة أي شغل أنا لازم أحبها عشان أعرف أعملها والإعلام حبيته والإعلام برضو للناس لازم تعرفه إن فيه جزء وأكيد أنت حبتحسيه فيه حتة أدرنالين كده إن أنت عملت حلقة حلوة وطلعت كلام حلوة من الضيف اللي كان معاك أو فجرتي قضية البعض بيتهمك إنك رحت أو لجأت للإعلام بسبب عدم نجاحك مع الأندية ترد تقول إيه؟ لو كنت ما نجحتش مع الأندية في التدريب ما كانش زمان أكتر من نص أندية مصر كل ما مدرب بيمشي بيفوضوني لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي لغاية الأسبوع اللي فات مين فوضى في الأسبوع اللي فات؟ كل في المفاوضات دايماً أنا أحب أحترم سرية الناس اللي تكلموا معي حتى وأنا بلعب أحب أحترم كلامنا فلوس الإعلام ولا فلوس التدريب؟ والله لاتنين زيبعا صدقين الاتنين قريبين جداً من بعض يعني مفيش فرق يعني اختياري عمره ما هيبقى للسبب المادي الاتنين زيبعاً بالضبط يعني مفيش فرق بينهم إمتى الوقت اللي فيه تقول كفاية إعلام وارجع للتدريب؟ إمتى تاخد القرار اللي بتتكلم عنه من شوية؟ بصي أنا مرتبط بعقد يعني مع قناة المحور وأنا راجل باحترم عقودي وعندي علاقة طيبة جداً بالإدارة ولازم لو جالي الوقت اللي أنا حاسس فيه إن أنا عايز أرجع أضرب لازم هتكلم معاهم وقولهم يا جماعة أنا جايلي عروض وعايز أرجع أضرب وأشوف ردهم إيه؟ اشتركوا في القناة